السلام عليكم ميزة ثمرة هذه بس تنضح أحطيدي شديد طيح بيدي وياكلها نروح وهذه فاكهتنا ما شاء الله لذيذة يسمونها البرقوق وبالكويت يسمونها الكوجة أو القوجة سبحان الله يجي منها ألوان اللون الأصفر والأسود والأحمر طبعا فيها بيتامينات وفيها معادن تعطينا ثمار من بعد ثلاث إلى أربع سنين تبدأ سبحان الله تزهر وتعطينا الثمار متى تزهر تزهر منهايات الربيع ومتى نقطف حن الحين شهر ستة قاعد نقطف وناكل منها الثمرة اللطيفة زراعتها ترى سهلة وحلوة بس لازم تصير داخل المحميات لأنه بره تحترق ويأثر عليها شمس الكويت خمسين درجة وايد عليها يا أبو عثمان ليش تحطوا هالكياس هذه هالكياس هذه خاصة حق حماية الفواكه مثل ما قلنا طعمها جميل وحلو لذلك الطيور حريصة أن تسبقنا عليها وتاكلها فنحن نحط له حماية علشان ما تاكلها يا أبو عثمان بعض الأشجار ما تزهر طبعا تزيير لها عوامل تدرون قضية كثافة الماي أنا عندي واحدة من الشجر عطوها ماي كثيف طاح كل الأزهار هذه جميلة كثافة الماي يطيح الأزهار تحتاج إلى الضوء عشان تزهر وتحتاج إلى برودة شديدة بالشتة على أساس تبدأ تزهر وتعطينا الثمار ختاما لا تنسون حتى تحفيز الإزهار أننا نقلمها في أمان الله اشتركوا في القناة